يعني أنا لدي رأيي قد لا ينتبه له بعض السياسيين بل رجال الدين على العموم أنا أقول الخميني استدرجه من قبل القوى العالمية من حيث لا يشر لماذا؟ يعني حتى نبدأ من البداية يعني كيف وصلوا إلى هذه الحالة وكيف تغلغل الوجود الإيراني في هذه الدول العربية ذات السيادة والكرامة والتاريخ وهي بلدان مسلمة بالأساس عندما جاء بالخميني من فرنسا إلى إيران كان يتوقع أن هذه الدول تدعمه من الجوانب المعتبرة عندهم كالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك لكن الموضوع مختلف تماما هم مبيتين له أمرا لا يفقهه ولا يعلمه الخميني رجل لم يدرس التاريخ السياسي أو رجل دين يعتمد على المسائل الفقهية والشرعية لكن هناك تخطيط مبيت هناك دول عالمية كبيرة تسهر الليالي ويعني من أجل وجود حالة تفكك هذه الأمة الإسلامية فوجدوا الوتر الطائفي وأصلح شيء القوى العالمية عملت على الإصطفاف الطائفي يعني أنا أقول شهادة لله والتاريخ وجدوا أن السنة المسلمين هم يمثلون الدين الصحيح ولا يستطيعون إيقاف هذا الدين لأنه يستند على أسس حقيقية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة المذهب الشيعي فيه تداخلات فيه موروث ونحن ذكرناه سابقاً موروث يهودي موروث نصراني موروث مجلسي اشتركوا في القناة